موسيقى اهلا بكم مشاهدنا الى حلقة كوشك الصحافة ونطلع بداية اهم مقالته المواقع الاخبارية اليمنية والبداية من التدعيات التي يترتب عليها نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن حيث عنونا موقع عدن الغد بن دغر يطلق تعهداد جديدة ويقول سنسدد كل الديون وستلبي كل احتياجات الوطن وقال رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ان الحكومة اليمنية ستفي بكل التزامتها فيما يخص الدين الداخلي والخارجي وستكون مسؤولة تجاه احتياجات كافة الوطن ووفقا للموقع فقد كان بن دغر يتحدث عن نتائج لقاء عقد مع القائم باعمال السفير الامريكي في اليمن وقال بن دغر في تغريدة اخرى الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات لانقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الذي عبثت به ميليشي الحوثي وصالح ونهبت خزينة البنك المركزي والى موقع يمن مونيتور والذي تابع ايضا تداعيات نقل البنك الى عدن وعلق ارتباك في اوساط الحوثيين وتحشيد لكيانات اهلية ضد قرار نقل البنك المركزي ووفقا للموقع فقد عاشت جماعة الحوثي المسلحة حالة ارتباك غير مسبوقة جراء نقل الحكومة اليمنية البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم الى محافظة عدن ولم يصدر اي تعليق رسمي من قبل الجماعة لكن تصريحات منفردة صادرة عن ناطق الجماعة واحد القياديين فيها اظهرت حجم الصدمة التي تعيشها الجماعة جراء نقل البنك المركزي الى عدن وصمت المؤسسة الدولية التي كانوا يعاولون عليها بالاعتراض على القرار كيف بدد الانقلابيون اربع مليارات دولار تحت هذا العنوان كتب السعودي عبد الرحمن الراشد مقاله المنشور في صحيفة الشرق الاوسط وقال الكاتب عندما دخلت ميليشيات الحوثي العاصمة اليمنية قبل عامين كان في البنك المركزي من العملة الصعبة على الاقل اربعة مليارات وستمائة مليون دولار عدا عن احتياطي البنك من الذهب والعملات الاجنبية الاخرى اليوم بقيت حفنة قليلة لا تكفي لتسيير حاجات الدولة ومرتبات الموظفين ولا نفهم لماذا لم تبادل الحكومة التي خرجت من عاصمتها صنعاء بعد الانقلاب الى تأسيس بنك مركزي بديل في العاصمة المؤقتة عدن واعتبار العمليات التي تتم من صنعاء غير قانونية لان من يحكم البنك والعاصمة صنعاء جماعتان انقلابية الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح التفسير المعقول ان الحكومة الشرعية بعد انتقالها فضلت ترك البنك المركزي على حاله وعدم منازعة الانقلابين على ادارته تحاشيا لتعريض موظفي الحكومة للضرر والقطاعات الخدمية للتوقف وان كان معظمها فعليا قد توقف بعد ان اصبح البنك خاويا اعلنت الحكومة في عدن عن تأسيس اخر مركز بديل كان البنك المركزي شعرة معاوية او الامل الوحيد بين الفرقاء المتحاربين وها هي الشعرة الرابطة بينهم قد انقضعت في علامة نذر سيئة على مستقبل اليمن الذي يعاني اليوم الاهوال نتاج الحرب التي اندلعت بعد استيلاء الحوثيين وصالح على البلاد بالقوة العسكرية واسقاط الحكومة الشرعية الوضع يزداد سوءا بعد ان نهب وبدد الحوثيون وصالح اكثر من 4 مليارات دولار باسم دعم المجهود الحربي لتمويل المقاتلين في صفوفهم ونقل كثير من الاموال الى بيوت قادة الانقلابيين وفي الوقت نفسه خسر الدولة الرئيسية التي كانت تقوم بتمويل ميزانيتهم في السابق وهي السعودية فمن الاموال المنهوبة مليار دولار كانت قد حولتها السعودية للبنك المركزي قبل عامين من الانقلاب مساعدة منها لتثبيت سعر الريال اليمني خلال اضطرابات الثورة اليمنية موقع الموقع بوست يورد في صفحته الرئيسية احد الاسئلة التي وصفها بالهمة الى متى يمكن للحسيين التمسك بالحكم في اليمن ويقول الموقع في التفاصيل التي نقلها عن موقع امريكي لقد استمرت الحرب الاهلية اليمنية وتدخل العسكري بقيادة سعودية اكثر بكثير من توقعات وارادة اي شخص حيث اصبحت هذه النقطة جلية من خلال ما خلفوا الصراع على كلا البلدين وقالت المادة المترجمة بسبب ازمة السيولة علق البنك المركزي في شهر يوليو من العام الجاري جميع العناصر في الموازنة العامة للدولة باستثناء اجور الموظفين الحكوميين وتسديد الديون المحلية وفي الوقت الحالي ومع النقص الشديد في العملة المحلية في النظام المصرفي يزداد خطر تقصير الدولة في دفع الاجور وتسديد المقرضين المحليين ويتابع الموقع الحثيون مسؤولون الى حد كبير عن سحب 300 مليار ريال يمني من النظام المصرفي وذلك عن طريق اخفاء الاوراق النقدية خارج القنوات الرسمية موقع المصدر اولاين تابع احدى الموضوعات المتعلقة بتجنيد الاطفال وعنوان الموقع سكان في دمار يشتكون من استقطاب الحثيين لاطفالهم وتجنيدهم للقتال وقال الموقع ان سكان في مدرية جبل الشرق بمحافظة دمار اشتكوا من قيام جماعة الحثي المسلحة باستقطاب اطفال الى مقرهم في مركز المدرية ونقلهم الى معسكرات لتدريبهم دون علم اهلهم وقال سكاننا عناصر ميليشيا الحثي استقطبت خلال الفترة الماضية عشرات الاطفال من ابناء المدرية من خلال اخذهم من مدارسهم ودون علم اهلهم وتدريبهم قبل نقلهم الى جبهة القتال واضف ان عددا من اطفال المنطقة قتلوا اثناء قتالهم مع الحثيين في عدد من الجبهات اضافة الى اسراء لدى المقاومة ونذهب الان الى موقع تغير نت لمطالعة اهم العنوين التي اوردها الموقع اول تحرك امريكي بعد نقل البنك المركزي الى عدن وبندغر يؤكد التزام حقومته بدفع رواتب موظفية دولة عسكريين ومدنيين ومن العنوين ايضا جماعة الحثي توضح موقفها من قرار نقل البنك المركزي الى عدن وعنونا في ذات الموقع الموضوع الاقتصادي البنك المركزي بصنعاء يغلق ابوابه امام العملاء واجتماع يحدد الموقف النهائي موقع صهري جينيوز تحدث عن احد الاعراس الذي اقيم في عدن ومنع في اطلاق الرصاص وقال الموقع مبادرة قابلها ارتياح شعبي القلوعة تحيي عرص بلا رصاص ويقول الموقع في التفاصيل احتفالا في القلوعة منع فيه اطلاق الرصاص حيث تم الاكتفاء بحفلة اقيمت في احد شوارع المدينة وتفاعلا مع منع اطلاق النار في العرص حضر الفنان معاذ الاصبحي الحفلة وشارك فيها ويتابع الموقع منع اطلاق النار في الاعراس مبادرة اتت ضمن الاولويات التي ينشدها المجتمع في ظل سقوط ضحايا نتيجة الرصاص الراجع الذي اصبح خطر يهدد حياة الكثير من الابرياء نذهب الى فاصل قصير قبل ان نعود لنطالع اهم ما تنقلته الصحف العربية في الشأن الجمني ابقوا معنا نعود اللقاء بكم مشاهدين الكرام ونطالع ابرز واهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من العربية الجديد والتي تنقل عن رئيس اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز اليمنية عبد الرحيم السامعي تحذيرته من كارثة صحية هائلة بسبب انتشار برض السل الرأوي بالمدينة وقال السامعي في بيان ان عدد حالة السل التي يكشفها مركز مكافحة الدرن قبل اجتياح المحافظة من قبل الميليشيات الانقلابية تتراوح بين ثمانمائة والف حالة في عموم مناطق المحافظة بينما بعد حصار المدينة من قبل الميليشيات ومنع دخول الادوية اليها وتدمير المراكز الصحية ومنها مركز مكافحة السل هناك مؤشر خطير حول انتشار المرض داخل المدينة المحاصرة وحذر البيان من ان عدد الحالات التي تم اكتشافها خلال ثلاثة اشهر في نطاق المدينة من قبل وحدة مركز الدرن وهي الوحدة التي تم افتتاحها بجهود ذاتية من قبل الموظفين في المركز وتتخذ من مبنى هيئة مستشفى الثورة في تعز مكانا مؤقتا لها بلغ اكثر من تسعين حالة واضح السامعي ان وحدة مكافحة السل مهددة بالاغلاق لعدم توفر النفقات التشغلية للمركز والعملين فيه والذين يعملون طوعيا دون مقابل صحيفة الاتحاد الامراتية عنوانة على لسان المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل والد الشيخ احمد ان الوضع الانساني في اليمن كارثي جاء ذلك في تصريح خاص ادل به لوكالة الانبال الكويتية كونة عقب لقائه الشيخ صباح خالد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجي الكويتي في مقر البعثة الكويتية للامم المتحدة وقال فيه ان هناك تحركات دبلوماسية كبيرة في القضية اليمنية لا سيما بعد اجتماع الجد الاخير الخاص باليمن واضف ان خرقات وقف اطلاق النار تحولت الى حرب مشتعلة من جديد ما ادى الى صعوبة توصول المساعدات الانسانية والطبية والغذائية لمستحقها وذكر المسؤول الاممي ان هناك تحضيرات قائمة لاجتماع اليمن الذي سيعقد في الواحد والعشرين من سبتمبر الجاري في الامم المتحدة على هامش اعمال الدورة الواحدة والسبعين للجماعية العامة للامم المتحدة العودة الى اليمن تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله في صحيفة الخليج وقال الكاذب الشرعية تخطئ كثيرا عندما تعتقد ان عودتها الى الداخل مرتبطة بتحرير المناطق كافة فالمناطق المحررة كثيرة وبامكانها ممثلة بالرئيس عبدربو منصور هادي او رئيس الحكومة مع كافة اعضائها العودة اليها وممارسة مهامها انطلاقا منها وعدم الاتكال على منطق العودة المظفرة بعد القضاء على الانقلابيين فمثل هذا المنطق يضعف موقف الشرعية ويجعلها محل انتقاد ويبدو ان الرئيس هادي ادرك اخيرا ان ممارسة الحكومة لمهامها من الخارج اضعف موقف الشرعية وابطأ من وتيرة اعادة بناء ما تم تخريبه خلال عامين من الانقلاب اذ ان هذا الوضع المقلوب والشاذ ينبغي ان لا يستمر الى ما لا نهاية وعلى الحكومة ان تعود الى اي منطقة محررة سواء عدن او حضرموت او مأرب لتمارس عملها بشكل طبيعي وتعطي دفعة معنوية للناس وللمقاتلين في الجبهات التي تواجه الانقلابيين سواء في تعز او في نهم والصرواح وفي مأرب وحرض وميدي وما تبقى من الجبهات عودة الحكومة الى الداخل امر ملح في الوقت الراهن فالعودة ستؤكد لليمنيين ان الشرعية لديها مشروع واضح لمواجهة الانقلاب الذي احال حياة البلاد والعباد الى جحيم وان البقاء في الخارج لا يضيف اي ميزة للشرعية بقدر ما يفقلها اهم اسلحتها في مواجهة الانقلابيين صحيفة الخليجة الاماراتية عنورت برامج تدريبية لمقاتلية المقاومة في محافظة شبع المركز العالمي للقوات المسلحة اليمنية قال ان عددا من القيادات العليا في المقاومة الشعبية طلعوا على برامج تدريب المقاتلين بمعسكر المقاومة في الجبهة الشرقية من مديرية عسيلان قبيل ضمهم الى جبهة القتال ضد ميليشيات الانقلابيين وتفقدت قيادات المقاومة مقاتلين في الجبهة الشرقية من عسيلان وزارت افراد اللواء 21 ميكا والمقاومة الشعبية المرابطين في عدد من المواقع في سياق استمرار الجيش الوطني والمقاومة في مواجهة الميليشيات الانقلابية وتحرير ما تبقى من مناطق ما زالت في قبضة الانقلابيين بمحافظة شبهة لماذا اخفق العرب ونجحت المانيا واليابان تحت هذا العنوان كتب غستان الامام مقاله المنشور في صحيفة الشرق الاوسط وقال الكاتب كما القمع يولد القمع كذلك فالعنف يورث العنف من رحم الاخوان ولدت تنظيمات الاكثر تزمتا وهذه انجبت القاعدة ومن رحم القاعدة ولد تنظيم داعش الذي اقام دولة مزعومة اشد قسوة وعنفة داعش كلفت نفسها الانتقام عنوة للسنة بعمليات انتحارية وقتل جماعي في امريكا واوروبا ولم تسلم منها المجتمعات العربية كالعراق وليبيا العرب الان امام نموذج ديني غير مقبول منطقيا وعقلانيا وفشلت في منافسته والقضاء عليه المرجعيات الدينية التقليدية فتركت المهمة للنظام العربي ولمن ايضا لامريكا القضاء على الكيان الداعشي ليس استحانة لكن ماذا نفعل بالدواعش الهاربين غدا من العراق وسوريا وليبيا ماذا يفعل الغرب بالدواعش المنتحرين خارج السلب بؤس هذا العالم لا نهاية له مع هذا الانتحاري المصمم على الانتحار وسط المدنيين الابرياء اعني كيف نعثر على بديل انساني للبديل الداعشي والقاعدي هل البديل التقني الاقتصادي الصناعي الذي قدمته المانيا واليابان العرب لا يملكون هذه التقنيات والعامل العربي لا طاقة له على منافسة انتاجية العاملين الياباني والالماني وبعيدا عن اجواء السياسة نستعرض معكم هذه القصة التي اوردتها صحيفة القدس العربي بين اخبارها الاكثر تداولا وقالت الصحيفة عريس اردني ينفجر باكيا خلال حفل زفافه تقول الصحيفة ان عريس انفجر بالبكاء في حفل زفافه بمحافظة الزرقاء الاردنية بعد ان فاجأته عروسه بهدية غير متوقعة داخل القاع واما عن سبب ذلك فتقول الصحيفة بالتفصيل ادنى العريس وبعد اتمام كافة متطلبات الزواج والاستعداد له لم يتبقى ما يكفي لاحضار والدته وشقيقته من فلسطين محل اقامتهم وهو الامر الذي كان سببا لعدم اكتمال فرحته في ليلة عمره الا ادنى العروس قامت بارسال المال من مهرها لحماتها طالبة منها الحضور هي وبناتها دون علم العريس لتكون مفاجأة سعيدة له تضيف الصحيفة ان العريس اصيب بالذهول عندما دخل حفل الزفاف بوجود والدته وشقيقاته في انتظاره وبحالة شديدة من البكاء وهو يقبل اقدام والدتهم في جولتنا المصورة ننتقل بين المعاناة التي تعيشها امهات وزوجات المخفيين قصرا لدى ميليشيا الحوثي والتي مضت اشهر وهن ينفذنا ذات الوقفات وبالامس تسلمت المنظمات الدولية رسالة من الامهات يوضحنا ما يعانيه ابناءهن المختطفون والمخفيون قصرا الصورة وردت في موقع الموقع بوست مجموعة من رسوم الكريكاتير نختم بها حلقتنا الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة